صبحكم الله بكل خير اليوم إن شاء الله بتكلم لكم عن أمراض النوم بما أن أغلبكم نايم أو بعضكم توايا صحة من النوم بحاول إن شاء الله لخص لكم سليب أبنية بطريقة مفهومة وسلسة وبالختام راح أحط لكم سنابة دكتور العزيز مشني السعيد الأبنية أو انقطاع النفس أثناء النوم تحدث لسببين يا أما بسبب الـ Central Nervous System أو بسبب الـ Obstruction فبالتالي قسموا سليب أبنية إلى ثلاثة أقسام Central Sleep Apnea Obstructive Sleep Apnea وMixed Sleep Apnea لتكون Mixed بين Central و Obstructive أي أن كان السبب سواء كان Obstructive أو Central أو Mixed النتيجة واحدة النتيجة إن الإنسان بيقعد من النوم مخنوق وهذا بسبب انقطاع النفس راح يقلل نسبة الأكسجين بالدم اللي رايح للدماغ فبالتالي الدماغ يرسل إشعارات يقول للإنسان صحى طيب يا مشعل إذا صحى من النوم إيش المشكلة؟ المشكلة إن الإنسان المسكين هذا ما راح يوصل للمرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الأحلام مرحلة الأحلام هي المرحلة الرابعة من المراحل النوم طبعا إيش هي هذه المراحل؟ بقولها لكم في السناب الجاية قبل لأقول لكم إيش هذه المراحل؟ أول شي لازم تعرفون الكلمة هذه اللي راح تسمعونا في السنابات الجاية الرم اللي هي Rapid Eye Movement المرحلة الأولى من مراحل النوم هي Stage 1 أو Non-Rim 1 وهذه المرحلة إنه يكون فيها شخص يكون الشخص في هذه المرحلة مستعد للنوم معنى إنه يكون مسترخي ومرخي نفسه وخلص يبغي ينام بالعربي دائخ وفي هذه المرحلة لسه الشخص يكون صاحي يعني يفتح عيونه بين كل فترة وفترة إلى أن يدخل في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النوم في المرحلة الثانية أو المعروفة باسم Stage 2 أو Non-Rim 2 هنا المريض يبدأ في النوم يعني يكون المريض نايم المرحلة الثالثة اللي هي Stage 3 أو Non-Rim 3 هي مرحلة النوم العميق أو المعروفة بالDeep Sleep المرحلة الثالثة اللي هي النوم العميق احتمال إنه الشخص ما يتهنى فيها إذا كان عنده Central أو Obstructive Sleep أبنية لأنه راح يصحى فبالتالي إذا صحى من المرحلة الثالثة فمعناها إنه ما راح يوصل إلى مرحلة الأحلام اللي هي Stage 4 المعروفة باسم الRim طيب يا مشهل هل في أضرار أخرى غير إن المريض ما يوصل إلى مرحلة الأحلام إيه في أضرار أخرى على المدى البعيد الأضرار الأخرى باختصار إنه ممكن يكون عندك ارتفاع في ضغط الدم وأيضا زيادة في حجم القلب اللي ممكن تسبب لك Congestive Heart Failure طيب الحين كيف يتم تشخيصها؟ يتم تشخيصها عن طريق Sleep Study أو المعروف باسم البوليسومنغرافين للمعلومية مختبر النوم يكون تصميمه مشابه لغرف النوم العادية فبالتالي الشخص ما رح يحسنه في المستشفى يتم تركيب الحساسة أو السنسرز على هذا الشخص وبالتالي رح يقولوا لها رح نم رح يكون فيه شخص في غرفة بعيدة عنك يراقبك بدون لا تدري وبقول لكم الحين أهم أربع أشياء يراقبونها إذا كان المريض في مختبر النوم أول واحد الNasal Airflow والثاني الChist Movement والثالث الSaturation والرابع اللي هو الElectro Encephalography فبالتالي الأخصائي براقب إذا كان عندك Chest Movement بس ما كان عندك Nasal Airflow فمعناها هذا Obstructive Sleep Abney أما إذا ما كان عندك لا Chest Movement ولا Nasal Airflow فمعناها هذه Central Sleep Abney بعد ما يتم تشخيص المريض يا إما في Central Sleep Abney أو Obstructive Sleep Abney يتم توجيه للعلاج توجيه للعلاج يكون كالتالي إذا كان المريض يعاني من Obstructive Sleep Abney أول علاج يصرف له يكون هو الNasal C-Bab أو الBuy-Bab وإذا ما فات معه أو أن المريض ما حب هذه الأجهزة يتم توجيهه للجراحة لإزالة الجزء المسبب بالاختناق أما إذا كان يعاني من Central Sleep Abney يتم علاجه عن طريق بعض الأدوية مثل الدبرام أو أنه يتم وضع على Buy-Bab أو C-Bab فهي تساعد أيضا بالختام سأل الله نبعد عنه عنكم هذه الأمراض يرزقنا نوم جميل وأحلام سعيدة وأي أحد عنده سؤال واستفسار يتفضل الخاص مفتور